اشتركوا في القناة وانتظار أخريات تليها لا يعرفها إلا من يراقب هذا المشهد في وقع متحرك مزدحم بالتعقيدات وبالصراعات والاختلافات والخلافات الثورة حلم وعمل مستمران ينموان ويزدادان كل يوم يدفعان في سبيل تحقيق الغايات الأنبل لبناء الأوطان ورفاه الإنسان بسواعد الصدق والإخلاص والإثار والوفاء لقبر السنوات الخذلان والفشل التي عانت منه البلاد لعقود تحت قبة الحكم الشمولي والانقلابات العسكرية في أحيان أخرى أمال السودانيين لا حدود لها في وطن حداد مداد ينهض من كبواته ومن صراعاته ماردا يشق الطريق ويهزم المستحيل موارد متعددة ثروات ضخمة وموارد بشرية في مجالات الحياة المختلفة لا ينقصها سوى إرادة السلطة والتخطيط السليم للبناء انفراجة ثم تأزم بعد يأس وأمل عقبت الأزمة السياسية التي بلغت حدتها عقب ما قام به الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي ليحطم حاجز رتابة الصمت والعزلة بتفاهمات سياسية بلغت إعلان بعض القوى السياسية عن اقتراب موعد لتوقيع الاتفاق الإطاري قبل أن يخيم الصمت مرة أخرى على الراهن السياسي في البلاد في انتظار الفرج المتعسر بين شركاء الأزمة السياسية أصوات عديدة برزت في الساحة بين القبول والرفض للحلول وأخرى متمسكة بالحال وما آل إليه وبما حازت عليه من مكاسب فيما لا يزال الوطن مهددا بالمجهول حيث الاحتراب والصراع وانتشار السلاح وأيضا ازدياد الاحتقان وتبقى الحلول ممكنة إذا أراد الجميع الوصول لمرافق الوطن وتقديمه عما سواه أهلا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث نرحب بكل الذين انضموا لمتابعة هذه الحلقة على هو مباشرة من كل الذين يتابعون عبر منصات الاجتماعية المختلفة في موضوع حلقتنا المتجدد الأزمة السياسية ويومياتها في السودان تأخر الاتفاق الإطاري أم توقيع الاتفاق الإطاري نحاول من خلال هذه الحلقة قراءة وجهات نظر مختلفة معي ضيوفنا داخل الأستوديو الذين يمثلون أفكار سياسية متباينة بطبيعة الحال نحاول معهم أن نعرف أين تقف الأزمة السياسية الآن وأيضا أراءهم في الحلول المطروحة وفي تعريفاتهم للمشكلة أهلا ومرحبا بكم ورحب بكم ورحب بضيوف الكرام داخل السوديو رحب الدكتور حيدر الصافي الأمين السياسي لحزب الجمهور السوداني والقيادة بالحرية وتغيير القوى الوطنية دكتور حيدر أهلا ومرحبا بكم رحب الأستاذ مصباح أحمد القيادي بقوى الحرية وتغيير المجلس المركزي ورئيس دائرة الإعلام لحزب الأم القومي أستاذ مصباح أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك أستاذ مصباح مشهد السياسي الآن يعج بتصريحات وأنباء عن وجود عراقي لتواجه الاتفاق السياسي قبل قليل قبل أعداد هذه الحلقة لعلق تابعة الخبر اللي انتشر قبل شوية عن منوسب لأحد المتحدثين من الحرية والتغيير دون ذكر اسمه عن أن التوقيع على الاتفاق الإطاري بين اللجنة المخولة منكم للتفاوض مع العسكريين والعسكريين التوقيع سيكون خلال يومين ما مدى صحة هذه الأنباء بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك أهلا ومرحبا بك كريم وتحية لك وللمشاهدين وكروف حيدر على هذه السانحة وأبدأ وأقول أن الاتفاق الإطاري ما زال هو قيد النقاش بين المكونات السياسية ولا تزال مشاورات جارية حتى هذه اللحظة حول مواقف ورؤى القوى السياسية حول الاتفاق الإطاري وكذلك أيضا الإعلان السياسي ما تزال النقاشات تجري حول المسودة المطروحة وأيضا لم تستكمل بعد تضمين ملاحظات كل القوى السياسية في المسودة للمشروع الدستور الانتقالي باعتبار أن كل الملاحظات التي وردت يجب أن تحال إلى لجنة الاستياقة لصياقتها بصورتها النهائية وطقط عن الإعلان السياسي مبني على الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري مبني أيضا كذلك على مشروع الدستور الانتقالي الحرية والتقيير لا تزال هي تجري نقاشات مع القوى السياسية الداعمة للانتقال وقوى السورة في الشارع كذلك هناك لقاءات مع الليان المقاومة ينتظر أن تستكمل هذه النقاشات في أقرب وقت ممكن أيضا كذلك الاتفاق الإطاري نفسه مطروح للمكون العسكري لإبداء الملاحظات عليه وردت ملاحظات ستتم ناقشتها أيضا من قبل القوى الحرية والتغيير والرد عليها في اتماعات ما هي الملاحظات؟ أنا لم أطلع على الملاحظات كلها ولكن أعلم أن هناك ملاحظات وردت لقوى الحرية والتغيير من المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير اجتمعت اليوم لجنة الاتصال لبحث هذه الملاحظات وستحيلها المكتب التنفيذي الحرية والتغيير يوم المنعقد سنعقد يوم غدا إن شاء الله وكذلك سينعقد المجلس المركزي الحرية والتغيير لنقاش هذه الملاحظات بصورتها النهائية والرد عليها وبعد أن تستكمل كل هذه النقاشات ويتم التوافق على الصيقة النهائية من ثم بعد ذلك سيعلن الموعد طبعا ليس هناك توقيع سنائم بين قوى الحرية والتغيير وبين المكون العسكري وإنما ستوقع الكتلة السياسية كلها برمتها بكل المشاركين فيها الموقع على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي والجانب العسكري موقعت على الدستور الانتقالي بتاع الموهمي نعم كل الوقع والذين سيوقعهم آلية التوقع لأنه نقطة فيها سمعنا فيها أكثر من رأي هنا في البرنامج ده حتى من متحدثنا الحرية الجزئية والقوة التي ستوقعها إن تقولها هي نفس القوة بتاعة نقابة المحامين اللي وقعت على الدستور الانتقالي نعم آلية التوقع هل يكون التوقع ده بحضور كله نسخة يوقع عليها الجميع التوقع منفردا كل تنظيم يوقع لوحده ليس هناك توقع جامعي في مكان ورد كل القوة التي شاركت في الوسيقى والتي دعمتها لاحقا والقوة التي شاركت في الإعلان السياسي ستوقع منفردة كل القوة حتى الآن بلغت حوالي كم و 30 من القوى السياسية التي وقعت على الإعلان السياسي طبعا هناك مواقف يعني مثلا في الحرية والتقيير لدينا بعض المواقف الحزب البحث مثلا لم يوقع الإعلان السياسي موافق على المشروع الدستور ولكنه لم يوقع الإعلان السياسي حتى اللحظة لديه ملاحظات تجي للبحث حوله جميل طيب دكتور حيدر رحبك معنا اليوم استمعت لحديث أستاذ مصباح سيتوقع كل القوى التي وقعت على الاتفاق الإعلان السياسي لنقابة المحامل للدستور الانتقالي ما هو موقفكم يبدو أن الأمور بين العسكريين وبين الحرية وتغيير المجلس المركزي تصير على ما يرام في مسألة الاتفاق الإطارية والتسوء السياسي شنو موقفكم السلام عليكم وعليكم سأل نفتكر السؤال بدأ بمنطقة متأخرة أنت لو لاحظت للكلام التي تفضل به أخونا من الصباح حتى الوسيقى دي ما فيه حتى هو ذلك ما معروف ما اكتف في المسألة شنو فهي أنا بالنسبة له هذا العقد هو لا يمثل دستور دولة فأي صورة من الصور يعني حتى لو هناك ضغوط دولية هناك ممارسات هناك دول محاورة تبحث عن استغرار لتحقيق بعض مزاياها ليس هناك صورة لأنه يعني أنت تذكر الحوارة التمة وكان الأحزاب دي كلها مشاركة فيه كان مؤلن في قحة الصداقة الناس بنخشوا قضايا حدث البلد الناس بيطالوا عليها في الإعلام فكان دائرة تكوين رؤية في الدستور كان حاجة متاحة يعني ما كان عمل سري هسا العمل دي بخص المكون العسكري وبيخص المجموعة المدعاملة معاه بعد الانتقال من اللاعات السلاسة ليه؟ التوافع ولذلك أنا بفتكر أنه هو بصرف النظر على الرأي فيه هو بيحمل يعني بزرة فناءه لأنه ما بعبر عن قطاح كبير وهو اكتسامه بسرية هو ذاته بترك ظلال الشكوك عليه دا دستور بتاع بلد دستور البلد هو أحلام الناس بلغة الغانون أشواغهم تطلعاتهم وأصلا الناس حتى اللي أنا دعيت للدستور دا في الورشة بتاعته هو الكلام قاله الغانون الضليع في جاند الخطوم قال إنه الأزمة التوافق سياسي والعودة للدستور هي اللي بتحذب الانقلاب لأنه الانقلاب أصلا كان على الدستور وبيتجميد مواده فقصة إنه أنا أقوم أبدي للدستور دا أنا ممكن يعني أحسن من مبدأ الشراكة الكام معيبة قبل انقلاب 25 أكتوبر يعني ممكن أنا أضع تغييباً لأسكر من المشهد السياسي ممكن يعني حسب تطلعات الرائعة عام لكن قصتنا ألغي كانوا أبرر إنه الصدى ما ينقلاب لأنه نمازاته ما مختلف بالدستور وده آخر خطوة كان تبقت مع القضايا الأخرى فهالساء محاولة كثير من الناس اللي بدعموا الوسيقى دي محاولة بتاعة السياق منطق تبريري لأن المسألة دي لازم تنجح المسألة دي لازم تمشي لكن أتذكر دي لفرصة صغيرة كده كنت مع المرحومة السابق إنه بيتكلم إنه الناس اتفقت الناس هورة دي نعم صورة عاطفة وناس كلهم يتفقوا على إسقاط عمر البشير لكن ما اتفقوا على إدارة الفترة الالتقالية ولذلك هذا الصباح أنتوا كنتوا حرزين جداً على إنه تقوم ورشا وكنتوا مجمريين موغفكم على أساس أنه يحصل إصلاح في القضية دي على أساس أنه الناس يتوافقوا ولكنها ستظل الأزمة لحد الفترة جميل طيب قلما أرجع لنصباح ديبتور هيدر هل اعتراضكم على اعتراضك على مواد معينة يعني لو حاولنا نناقش معك مواد دستور الانتقالي بتاع المحامين شنو الاختلافات الجوهرية وعند مصوص والمواد الوردة أصلا إذا لو تذكر الفريق برهان مرة كون مجلس فتح السيادة وقت سنة شاله لأنه مش هما مدنيين الآلية التي تم اختارها بالجسس الشيادة هي آلية ماذا مبرادية الآن الطرح ذاته يعني نحن نشوف بنفتكر الوثيقة الدستورية هي كان عندها سلطة تأسيسية على أقل تقدير ما جعله احتراض من الشارع لحد ما مرت و لحد ما دخلت المراحل الحكمة كانت تكوينة وتفاوضة كان تم بكل القوى السياسية واللجانة القانونية الموجودة في المكونة الـ 85 الموقعين على الوسيقى الحرية والتغيير الآن نحن نشغل في عمل سيري بودار بواسط السفراء الدول الخارجية اللي هو المانديت حقه ونزاته ما بيسمي ليهم كيف سفراء دول الخارجية معروفة دي يعني دي ما فيها كيف نحن عندنا الرباعية مع سفراء والإدارة بتاعت السلاسية حتى لوساطة تقريب وشهات المصر كانت وجود عبي أحمد كان فينا من فقر منو أنا حاضر منو أن هذا الناس وتوافق ذاته بمجموعة صغيرة عشينا في بيت السفير الفلاني قلنا للسفير الفلاني ناقشنا السفير الفلاني طلعنا من السفير الفلاني ياخي نحن عندنا سفراء وصلوا لحد يجتمعوا مع الولاء هزموا الهرم المؤسسي بتاعت الدولة ما حصل السودان ومرت له معروف المال دي تاعت السفير هو خادم بلده في المنطقة جميل السفير يخدم بلده اتفاقاتكم هي عمل سرية سيد مصبح وهي ديت عشانه في بيت فلان وشانه في بيت علان والسفير ده بيمرر أجندة دولته في السودان كلام واضح خلينا كده نتكلموا الحاجة عن الدستور بتاع الدستور الانتقالي والبروزيس المشبهه وبدوه نقير الدستور ده هو صحيح حصل خطأ أو ممكن كان مفترض يحصل اتفاق سياسي ثم إعلان سياسي ثم دستور اتقالي ده ده الصحيح الادعام للعكس وهنا لا بد نحن برضو نستصحب معنا الظرف التاريخ إلى الوضع اللي احنا فيه ما بعد الانقلاب لا بد أن نقير أن هناك انقسام في الجانب المدني بصورة واضحة جدا هناك انقسام بقوة السورة بصورة واضحة جدا هناك انسدات في الأفق جعل الناس أنهم يعني يستفيدوا من أي مبادرة مطروحة فيها نوع من الحياة يمكن أن تحدث اختراق في المشهد وبالتالي الحرية والتغيير كونت لجنة عشان تصيق مشروع مخترح لدى السور اتقالي وعندما طرحت اللجنة التسيرية نقابة المحامين دعوة بأنها هي تريد أن تطرح مشروع وحقيقة هي دعوة كانت قبل فكرة الحرية والتغيير تنادرة الحرية والتغيير وقالت دي منصة ممكن أن تجمع أكبر طيف ممكن من الشعب السوداني وبالفعل الدعوة قدمت لكل القوى السياسية عدى المؤتمر الوطني وكانت الورشة الأولى ورشة واسعة جدا خرجت بتوصيات كبيرة جدا جدا أعلنت في اليوم الختام انتقلت المرحلة البعديها لتشكيل لجنة لصياقة المسودة اللجنة دي كان فيها 35 من المحامين من كافة القوى السياسية كافة القوى السياسية حتى الحزب الجمهوري الطرف الآخر كان مشارك أيضا القوى السياسية الموجودة الآن معظم القوى السياسية مجموعة الكتلة الديمقراطية الموجودة الآن هس هي غير موافعة كانت مشاركة في البداية ثم انسحبت لاحقا 35 ديل عملوا مرجعيات للدستور أولها التوصيات التي خرجت بها الورشة ثم الوسيقى الدستورية نفسها ثم إعلان الحرية والتقيير ومواثيق لجان المقاومة ودساتير الانتقال السابقة والتجارب الدولية ستة مرجعيات دي اعتمدتها في صياقة المسودة الدستور وخلصت إلى الوسيقى المبدئية التي وزعت على القوى السياسية لإبداء ملاحظات حولها طيب إلى أن وصلنا إلى مرحلة الصياقة النهائية بعد إبداء الملاحظات ثم بعد ذلك قدمت هذه الوسيقى لبعض الخبراء الخبراء في الفقه الدستوري منهم سودانيين ومنهم اثنين من الأجانب ساهموا بتجربتهم في الصياقة الفنية لهذه المسودة يعني قصة إنه المسودة دي جاي من بره ولا صاقتها أياد خفية ولا تحتطر رب يسكر أمدا غير صحيح أنا كنت متابع للجنة التي ساقت المسودة دي قعدت أكتر من 12 يوم الرباعية تبنتها كورقة أساسية بينكم تفاوضية بينكم نعم ما هو الرباعية مسهل والألية السلاسية مسهل دي آليات تدعم لكن قام بالعملية التسهيلية دي أستاذ مصباح هل هي الرباعية أو السلاسية السلاسية دي طبعا هي الأمم المتحدة إيقادة لتحد الأفريقي الرباعية هي مجموعة دول أول الحاجة المسهل الأساسي للعملية التفاوض هي الألية السلاسية طبعا والتي طرحت أول مبادرة لها في مارس وهي رفضت نعم والتقت لحظة ما هي الألية دي التقت عدد كبير جدا من المكونات بلغت 800 مكوين حتى التقت بالمكونات المجتمعية في كل أنحاء سودان وخلصت إلى ملخص ثم بعد ذلك اخترحت اللقاء اللي تم في روتانا لو تذكروا ورفضت قوة الحرية والتقيير باعتبار أن اللقاء لم يتفق على أجندته وعلى أطرافه وبالتالي الآلية السلاسية حصل لها عدم ثقة من تلك اللحظة وبالتالي هذا الأدى إلى تدخل الرباعية الرباعية تدخلت عندما عجزت الآلية في أنها تؤسس لحوار مقبول وشامل يحقق الأهداف المرجوة منه لعملية سياسية سؤال يسأل وممكن كثير من الناس الذين يتابعون الآن عدم ثقة في اللجنة السلاسية التي فيها الإيقاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهي المؤسسات الدولية التي ممكن موضوعية أنها تتبنى وضع تفاوضي بين الجهات في الدول لأنه مصلحة الأمن والسلمة الدوليين زي ما أقول ولا الدول نحن لا نقص من دولة لكن المنطق يجعل المبرر المبرر هو الخلاف كان حول منهج الآلية الآلية السلاسية المنهج التي تبعته في الحوار كان منهج خاطئ والحرية التغيير بيّنت ذلك برؤية واضحة جدا أن الحوار مطلوب الرباعية ليست هي آلية للحوار الرباعية فقط أنها حاولت أن تقرب المسافة ما بين المكون العسكري لا رأيكم في محاولتها للتقريب هي الآن برهم هو الآن دورها انتهى قامت بدور الطيف السابق نعم هي قامت بدور محدد في جزئية محددة متعلقة باللقاء ما بين الحرية والتقييم وبين المكون العسكري فيما يتعلق بعملية إنها الآلية الآن الآلية السلاسية الدستور الآن موجود عند الآلية السلاسية هي التي تجري حوارات والتقت كل المكونات بما فيها الكتلة الوطنية وكذلك كل القوى السياسية التقت عديد من القوى ولا تزال هي تجري نقاشات طبعا المفترض أن تتوج هذه النقاشات بلغة جامع ده المفروض يعني بلغة جامع يجمع كل القوى القوى السياسية عشان تصل إلى توافق واتفاق حول المشروع المطروح هي أيضا برضو المشروع المطروح ده لما انطرح وطرح لكل القوى السياسية كان مطلوب منها إنها تبدب لحظاتها فيه طبعا في بعض من القوى رأت أن الوسيقى الدستورية ومن ضمنهم الكتلة الدموقراطية ومن ضمنهم الكوى أن الوسيقى الدستورية هي الأصلح ويجب أن تقصد كتلة الوطنية نعم يعني في بعض القوى السياسية رفضت المشروع ورأت أن تعدل الوسيقى الدستورية الوسيقى الدستورية فيها عدد كبير جدا من المواد مرتبط بالشراكة لذلك مرتبط بالشراكة وبالتالي وبالتالي ما بتصلح إنها تكون أننا رفضين الشراكة وعايزين سلطة مدنية كاملة ما فيها شراكة ما فيها اتفاق صنائي تحقق الأهداف المرفوعة جميل خليناك أدف النقطة قبل أن أرجع لدكتور حيدر أستأذنكم فاصل قصير ثم نعود ونواصل كرام للجزء الأخير من دارة الحدث اليوم دكتور حيدر مباشرة شايفك سجلت كمية من الملاحظات على كلام أستاذ بنسباح ما هو تعليقك أنا تعليقي لمن زول يقول الحرية والتغيير بيتكلم عن 85 جسيم نعم ومن 85 جسيم في 7 أجسام وقعت على الاتفاق السياسي وقعت على الإعلان الدستوري وشاركت حتى إنقلاء 25 تعتبر الأجسام دي أجسام مؤسسية ما في تحالف في أجسام مؤسسية يقول لزول أنا عندي حق أكتري منك لأنه من الإعلان الدستوري ونحن ما دارين يعني نعقد المشهد لكن حتى الإعلان بدأ الحرية والتغيير لما نكتب الناس ما ظهرت إلا في بيدان الغيادة الناس ادفعت التمن الغالي وواصلت في القصة كيف تقصد ما السافر سافر والقاعد قاعد المهم بعد ذلك لما نجاء الإعلان بدأ الحرية والتغيير تم بيشفافية كاملة وتم بي توقيع وبيشهود دوليين وإيه تما بتقدر تقول لي زول لأنه سلطك عالي بتبعد زول أو تقول كده التالي خروج المهنيين اللي هم كانوا الصوت العالي في مسألة السورة وخروج الكتلة المدنية كلها وخروج بعض الأحزاب السياسية زي الحزب الشيوية جابوري وغيره وغيره ما بتديك انت بي قيت محافظة على الإطار بصوت عالي ويصير إنه دي دي الريو التغيير ودونه لا دي واحدة حقيقة الثانية نحن هسي ما لعدين ما دعين نتلاوم في أخفاغ التحد كلنا نحن دعمين الاستقرار كلنا دعمين الانتغال الضموراطي الماء وفهوم في القصة دي حتى في الحوارضة ورابقة المشهد إنه ما في أي كلام بعبر عن الانتغال الضموراطي نحن الآن بمشي لانتغال شمولي بيتوب دموغراطية الدموغراطية يشراك الناس في الرأي يشراك الناس في المساولة الاقتصادية في المساولة انت بتمشي بتشريك أكبر عدد إلى الآن يعني أنا استغرب والمشاهد بيكون بتابع والنخب والكذا عشان ما نمشي قلت لك في المنطق التبريري وين الوسيقة وين الوسيقة الكتبوها المحامين بعدين السيد مصباح قال 35 قال في ناس طلعوا وناس جوة تسييرية مثلا على سبيل المثال الأستاذ عائل الحسين ورى الناس القدموا استغالات ومورى أنه ما شافوها ولا كتبوها بالمستوى الكامل ممكن يفتح فيه بلاء لأنه دي قضية الآن أججد أججة المشهد فأنا اللي مجرد بنتمي لياهي الحسين أو بنتمي للسيد قولوب أنا أجي أقوم أقول حصل لا دي دائرة إنجلي ده ما موقف إذا فعلا ما في دستور ما في حاجة دي الحاجة الثالثة والرابعة من الفوض المجموعة الصغيرة دي إذن إحنا قلنا الميدان الغيادة أو نسبة كبيرة من الشعب السوداني فوضة كتل تناغش في دستور أو في مجرع دستور على الملأ بيكتب ويغرأ وينشر في الجرائد ويراجع بالإعلامين الآن الوسيقى السرية دي سرية ليه؟ بعد ذاك الابتداء على الأجسام شنو الرباعية؟ منو الكونا نعمل زولي بوليك مبادرة أربع دول المبادرة المبادرة ما بتبقون في بيئة ما دبلان الأطراف كلها الكلام في الظل إنه والله في مجموعة معينة بتمثل على الرأي معين والمسألة دي متوافغة مع دول مع محاور عندها مصالح ومصالح مع مولنا الدائل له مينة والدائل له أريض ومصالح مولنا ولذلك أي دول بمثل الاتجاه ده هو الارتباط والدفع اللي حاصل ليه من دول المحاور هو بيأمن دي هو دي الوسيقى سرية ووسيقى سر السر جميل اللي هو غير مولنا بس لاحظة لو صمحت نعم الحاجة الثانية بولكر أول مجموعة نحن آبان الاتفاق بتاع حمدوك والاتفاق بتاع حمدوك ده نحن نتحدث عنه بشكل واضح وهو حمدوك من هنا نحييه ومن حيي الناس الشاركوا فيه بشكل واضح نحن جاءنا الشفع خدر في بيت فضل الله بورما وقالي يا أخي الناس وصوا مع حمدوك ليصيغة وهو طلب كمال بولاد حيدر الصافي وبرما و يوسف محمد زين يجوه وأنا طلحت لكم إذن في زيارته في السجن في محتقله ماشينا أدانا البتاعته قال يا جماعة الناس أنا بضغوط للحاجة نحن قريناها قلنا له يا أخي الموضوع ده فيه عيوب وفيه محاسد في بيته كان مكان إعتبار في بيته قلنا له بس الفطر بتاعتكو من كتلة عريضة وإنه يدعم يعني اتخاذ أو الميساق يقول ليك مرجعية عشان تكوين حكومتك ويتكوين مجلس تشريعي ده هزيمة حقيقية لأن تسترد السلطة قول بنسبة تمانية الورقة دي جاتوا من مين يا بروفحيد الورقة دي افتكر ناس قاسم بدري مجموعة صاغ الشفاء مجموعة ناس الشفاء قد ربعهم مجموعة صاغوا كل المبادرات الجاذو ونحن ما شفناها نحن ما شفناها إلا بعد ما دانا لها دي اللي هبعدك تمخض عنها تمخض عنها لاتفاق الإطار لاتفاق الإطار لاتفاق الإطار ذاته صاغواه غانونيين طبعا في كان في قانونين بيمسلوا العساكر وفي غانونين بيمسلوا يعني عذارفنا بلدي بواحد من الناس وبعرف عادل مجموعة من الغانون هم الساق والاتفاق الإطاري. المهم في الموضوع نحن كنا حرصين أنه المزايدات السياسية هي حضية على البلد دي. رأيكم لحمدوك كان شهن وقتا لما نداكم نحن بنيفتكر أنا شخصيا بيفتكر أنه حمدوك هو يعني آخر ما تبقى من التوافق السياسي ولو لحد كبير وأنا كونه أصقق حمدوك عشان أبقى على العساكن أجمع عامل معه انت سوية سنائية نحن كان وضع لنا من الأول لأنه كان الحرب ضد حمدوك والإساء كان ضده حتى ما شاء معاي بورمو كده أنه قولي حمدوك يا أخي أصبر معدي المزايد بتحصل لا يزول غايد الترهيب من وين من الحرية أو ترهيب؟ بشكل مباشر ما موجودة من الفيديوهات جميع طيب اصطمعت للحديث لكن ما أخلي أني كم ملتها أجيك راجع أنا تاني أغرف لأنه نقاط كثيرة عشان يقدر يرود عليها طيب مزايداتكم كانت على حمدوك ومحاولة تصفية الرجل الإعلاميا الاستفراد بالمشهد وبرضو كلام بتاع المحاولة اللي قالوا ليك هاسته برضو قال كلام وجهة نظر هي واضحة تحتاج منكم الرد أول حاجة المسألة فيما يتعلق بالدستور الانتقالي أنا متأكد لو سألت أي زول ماشي بالشارع ده حتلقى دستور الانتقالي عنده مكتوب في موجود في التلفون أي زول؟ أي زول؟ طرح دستور الانتقالي ده نشر في صفحات كثيرة جدا جدا ونزل لجهاد عديل جدا لكن هل تعتقد أنه المشهد السياسي في السودان هو واعي تماما بكل مواد الدستور الانتقالي؟ لحظة هو دستور الانتقالي ده لم يبلغ مرحلة الاتفاق النهائي عليه عشان ينشر للرأي العام لأن كنت ممكن ترشور لك وسيقة فيها نقاش دائر يعني لكن من ناحية أنها هي طرحت لكل مكونات القوى السياسية طرحت طرحت وبالدليل على ذلك أنه كثير من الملاحظات ذاتها نشرت يعني في بعض القوى السياسية نشرت ملاحظاتها المواقع الإعلاميا هل عنده نشر رسمي؟ شان نريع له في بعض القوى السياسية مثلا المؤتمر الشعبي نشر ملاحظاته على الإعلان على الوسيقى الدستوري نحن في حزب الأمة أبدأنا ملاحظاتنا الحرية التغيير نفسها أبدأت ملاحظاته وطرحتها وطلعت في مؤتمر صحفي قالت الكلام بأن الوسيقى الدستورية عندنا فيها واحد اثنين ثلاثة ملاحظاتنا كده وقدمت حاجة اسمها إطار الحل السياسي وقال لك الوسيقى الدستورية حتى ورقت الاتفاق الإطاري تتشابه لحد كبير ما عرض لهم الرجل حكا وملاحظات العساكر لحظة خلينا عند حمدوك حتى ملاحظات العساكر ذاتها حتى ملاحظات العساكر التي قدمت ملاحظات العساكر التي قدمت استعرضتها الحرية والتقيير وين في نقاش عبر المجلس المركزي نحن بنتكلم عن الرأي العام المفروض تحترمه أنت ما بتمثل الرأي العام أنت ما بتمثل يا سيد حيدر أيوة أنت الآن في وسيقة مطروحة قدمت ملاحظاتك حول الوسيقة الدستورية الملاحظات دي تناقش وتضمن ولا تطرح للرأي العام يا سيدي أصلاً أصلاً الدستور آمال وتطلعات وأحلامي نعم أنت ما تضع عليه دستور مش ما ضع لك دستور ما يتأس قلني أنا أكمل عفوا خليك حليك حليك أنا داير أقول لك إنه ما عليش الوسيقة دي أنا أقبل قلت لك استندت على مرجعيات المرجعيات دي كلها استندت على واحد إعلان الحرية والتقيير مبادئ سورة ديسمبر المجيدة مواسيق لجان المقاومة دساتير الانتقال السابق الوسيقة الدستورية نفسها تجارب الانتقال السابقة لديها مرجعيات استندت عليها مش استندت مش جات حاجة قدع ضعوانات ما صنع وثيقة المحامين الوسيقة المحامين وثيقة صاقتها اللجنة مكونة من اللجنة السريع لنقابة المحامين فيها 35 من المحامين 35 ممثلين لعدد كبير من القوى السياسية يعني أنا بس قائمة معي و بعد القوى السياسية بعد ما صاقت هذه الوسيقة أرجعت للقوى السياسية التي شاركت فيها كل القوى السياسية أبدأت ملاحظتها كم قوى السياسية تقريبا كانت أكترا وتليق 35 مكوين 35 من غير الحريو والتغيير لا قوى الحريو والتغيير ذات من المكونات جوز منهم نعم جوز من هذه المكونات ثم بعد ذلك سؤال في النقطة دي واصل كلامك وعزرني جدا على المقاطع لا لا جدا فضل ليه معاك قوى السياسية أخرى خليك من القوى البر الأصلا هي رفضة المشاركة وما أدت رأيها في قوى سياسية موجودة وشاركت معك وأبدأ أراءة في وسيقة المحامين تأخذ وسيقة المحامين بغير القوى وتمشي بها بورقة المحامين تفاوض العساكر بوسيقة المحامين أبدا اللي هي شاركوا فيها أبدا ما نلقى لك كلام ذلك المؤتمر الشعبي غير موجود مثلا في التفاوض مع العسكرين شكرا أنصار السون غير موجودين أول حاجة وثيقة المحامين سلمت مباشرة للآلية السلاسية من اللجنة التي صاقطها جميل وملاحظات العسكريين سلمت مباشرة للآلية السلاسية مباشرة وليس الحرية والتقير تفهم النقطة دي الآلية السلاسية هي التي سلمت الملاحظات من العسكريين للأطراف التي صاقط الوسيقة لتبدي ملاحظات حولها لأن المسألة تكون واضحة جدا كل الأطراف نعم كل الأطراف تسلمت ملاحظات العسكريين وناقشتها مع ذلك الأطراف كلها شاركت في هذه الوسيقى طيب فيما يتعلق بالقضايا القضايا اللي نقشت في الإعلان السياسي دي تمت ما بين المدنيين العسكريين ما عندهم فيها شغل الإعلان السياسي خاص بالكتلة المدنية التي صاقت لأنه هو إعلان مكمل للوثيقة شو؟ الدستورية تمام؟ طيب دي خاصة بالقوة التي شاركت في الوثيقة طيب في مرحلة الاتفاق الإطاري هذه المرحلة مرحلة الاتفاق الإطاري معنية بها القضايا المتفق عليها المتفق عليها بالكامل في وثيقة الدستور اللي هي تسع قضايا فصلتها قوة الحرية والتقيير وقالت إنه يجب أن تتم العملية على مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة الاتفاق الإطاري الإطاري الذي يعني يوقع عليه ويشمل القضايا المتفق ما فيها خلاف ومرحلة الاتفاق النهائي والتي يجب أن تستوعب القضايا التي تحتاج إلى نقاش واسع وحددتها خمسة قضايا نفقايا للاختلاف اللي هي الإصلاح الأمني والعسكري وقضية السلام وقضية تفكيك التمكين وقضية اللهم صلى على الحبيب قضية الشرك واحدة من القضايا التي ضمنت أخرى والقضية الرارعة هي قضية العدالة الانتقالية هذه القضايا تحتاج لمؤتمرات تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة بصورة واسعة جدا تحتاج لغرارات كل الشعب السوداني يشارك فيها دي أجلت إلى الاتفاق شنو النهاية فيما يتعلق دا فيما يتعلق به النقطة الثانية هو تكلم عن هناك أعضاء من اللجنة التسليلية اللجنة التسليلية للقابة المحامين كانت تضم كل محامي الكتلة الديمقراطية وطبيعي عندما حصل خلاف ما بين الكتلة المدنية أو الكتلة الديمقراطية في ناس طلعوا يعني في محامين من ضمنهم الأساسي الحسين خرجوا من اللجنة وبالتالي خروجوا من اللجنة لا يعني أن اللجنة ليست شرعية برضو هو تكلم عن الربعيد الربعيد دولية ليست آلية وساطة هي مبادرة هي مبادرة قامت بها بعد الدول انتهت دورها بانتهاء النقاش الذي تم ما بين الحرية والتقرير والمكون العسكري ولكن الوساطة هي الآلية السلاسية المسهلة لعملية التفاوض جميل سريعا أستاذ حيدر آخر فرصة في معلومات بتريد حقه تكون فيها من الدقة أنا حسب ما سمحت من اللنجة التسييرية فيها 25 وفيها خمسة فوق دو والزول اللي اسمه الأستاذ زيحي الحسين ده ما أجي قال الكلام ده في واطس جعل مؤتمر صحفي وقال نحن ما سمعنا بها ولا كتبناها ولا شفناها وده ما برد عليه السياسيين برد عليه اللنجة التسييرية الكلفت بالمهمة دي وما معروفة تكلف اللنجة التسييرية منه وما معروفة لد صلاحية لنجة التسييرية نحن نتكلم عن دستور بتكلم عن صوتة الشعب يعني قدر ما أنت تفسح مجال للراية العام في القاعدة ده الده اللي احترام له شعبك القضية دي كلها أزمتها هي أزمة تحت اختطاف وأزمة قلت لك أزمة شمولية من الطراز الأول ولذلك لمن القاعد مع الرباعية والقاعد بكل النقطة الأساسية أنا حقوله فولكر إن شاء الله يسفح في البرنامج حق القدمين هنا من آبان حمدوق فولكر أول ذو اللي اتصل علينا والخلاف كان واضح الخلاف إنه نحنا لا نسمح بحوار تدير الآلية السلاسية الآلية السلاسية كمسهل ونحن عندنا حق جزء من المنظمة دي حوار يدار بمنص حوار سودان يدار بمنصة سودانية من الكفاءات الوطنية المستقلة لأنك لا يمكن أن تلقي بظلال الوصايا الدولية على قضايا بتاعت الشعب إنه يقعد مع منه ويمشي مع منه ويسوي منه ده ما ده استعمار ما عنده غير كده والكلام ده بالمناسبة منشور أنا بذكر منه وسألن في كانتاك أنا يوز ممكن الناس يشوفه في الواتس نحن طوال علغنا عنه الأصل الآلية السلاسية وإلى الآن وليه بكرة ما ممكن صفراء الدول ولا رباعية ولا خماسية مهما تغط إنها تدخل في الشأن السوداني نحن أجنس الحاجة بشكل واضح لكن إنهم تسهل مهمة أو تكون شاهد على رغابة زي دي أنا القصة دي بيحترق ولعلم الطوالي الموقف بتاع فولكر إنه استبعاد القوى الوطنية من الحوار لأنها عقب أمام مسألة إدارة الحوار السوداني مهما تغطί أمام الحوار السوداني وقيادي بالحرية للتغيير القوى والطينية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا إستاذ نسباح عحمد القياد بالحقوب الحكومي نحن قوي رئيس دائرة الإعلام الحزب الأم القومي شكرا جزيلا أعتذر بينكم جميعا نقاط عن نسق الحال مخصص البرناني شكرا جزيلا لكم أشترك إلى اللقاء اشتركوا في القناة